اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كامل يعني بتقدر ترجع انت للشهر كامل تعرف في اي يوم بدكية في الشهر عن خلو المسار بتعرف خلو المسار والخلو المسار اشي مهم جدا وضروري وخصوصا للي بيبدأوا مشاريع او خطبة او زواج او عمل مهم لانه فترة خلو المسار هي فترة سلبية جدا بتهدد بفشل هاي الامور او عركستها واحداث بعض الاعطال فيها او اشياء سلبية ممكن تحدث فعشان هيك لازم تهتموا بموضوع خلو المسار بشكل كبير اما بالنسبة لحركة القمر خلال هذا الاسبوع فعنا اول اشي امتداء من يوم امس الاربعة القمر موجود في الجوزاء وراح يستمر فيه لمنتصف ليلة الجمعة على السبت فبنتقل بعدها لبرج السرطان بعدها يوم الاثنين رح يظل فيها لغاية يوم الاثنين صباحا في برج السرطان في صباح يوم الاثنين بصير في الاسد وبيستمر من صباح يوم الاثنين لغاية صباح يوم الاربعة ومعدين بنتقل للعذراء من صباح يوم الاربعة ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بنتقل للميزان طبعا في عنا احداث خلال هذا الاسبوع خمس احداث اساسية لازم تهتموا فيها بشكل كبير فعنا اول حداث اللي هو يوم الخميس اللي هو اليوم فهي زاوية تربيع وهي زاوية تربيع عنيفة جدا اللي هي بين المريخ وبلوتو احنا ذكرناها الاسبوع الماضي نبهنا لالها والاسبوع هذا بنعود نرجع من عيدها لانها هي من اخطر الزوايا اللي بتدل على العنف وعالتفجيرات وعلى الحريق وعالنار وعالانقلابات ثورات امور الها علاقة بالحرائق بالنيران بالتفجيرات بالاغتيالات يعني هي زاوية سلبية جدا طبعا مش هي الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل معنا من هولا نهاية السنة هاي الزاوية رح ترجع مرة ثانية بعد ما تنتهي تنفك في تراجع للمريخ رح يحدث بالفترة القادمة واثناء تراجع برضو بده ترجع تتشكل الزاوية هاي مرة ثانية وبتدل على انه فترة من هون لنهاية السنة في احداث بتدل على العنف وبتدل على تهديدات بحروب او اشياء لها علاقة بتهديدات حربية او اشياء وبنتمنى انه ما يصيرش ولا اي اشي من اللي احنا بنذكره يوم 15 الشهر عنا تراجع لأورانوس رح يبدأ أورانوس بعملية المراجعة وعملية التراجع عملية التراجع هاي بتدوم تقريبا فترة الخمس شهور ففي هاي الفترة بتزداد حالات التمرد من الافراد ضد الاهل والمجتمع وممكن تحدث انقلابات سياسية وتزداد العدوانية وتضاء الانجازات في مجال التقنيات يعني برضو فترة سلبية بتدل على انه الفترة القادمة في احداث رح تكون الها علاقة بالوضع السياسي والاحداث المفاجئة اما بالنسبة ليوم 16 يوم 16 في عنا زاوية تثليث ايجابية رح تصير بين الشمس والمريخ وهاي مهمة على المستوى السياسي والعالمي يعني في بعض الاحداث اللي رح تصير يعني الشمس احنا حكينا انه هي الها علاقة بالقيادات وبالجيوش وبالدول الحاكمة وبالملوك وبالرؤساء وانها مع المريخ برضو الاعلاقة بالجيش والاعلاقة بالحرب والاعلاقة بالنيران ففي دول رح تصدر قرارات او قرارات يكون فيها اشياء حاسمة وممكن انه تبلور او توضح ايش الرؤية بالنسبة للفترة القادمة بشكل اكبر اما بالنسبة ليوم الخميس اللي هو عشرين الشهر حكينا انه عطارد رح ينتقل يعني الى برج العذراء في ساعات الفجر وهاي من الاشياء الايجابية اللي بتبلش تدخل على برج العذراء تدريجيا لانه هذا كوكب متحكم فيه اساسا ويوم اثنين وعشرين الشهر اللي هو يوم السبت فطبعا احنا بالمفروض نحكي ليوم الجمعة ولكننا نذكر يوم السبت اللي هو اثنين وعشرين الشهر اللي هي الشمس بتنتقل وبتصير في العذراء في اول درجاتها وهاي الشغلات الايجابية انه من هون ببلش سنت برج العذراء بشكل متصاعد يعني مش يوم اثنين وعشرين الشهر يجي واحد يقول لي وين اللي حكيت عنه انه الامور ده تتحسن بشكل متصاعد يعني كل ما بيجي يعيد ميلادك وبرضو بترافق وجود القمر في بيت حليف لايلك معناته اعرف انه هون بلشت سنتك وبلشت الاحداث الايجابية اللي تعطيك الايجابيات للفترة القادمة يعني بمعنى اخر انه احداث الاسبوع هذا عندنا ممتزجة بين سعودة وبين نحوسة في اشياء ايجابية في اشياء لها علاقة بالقرارات وبرضو في اشياء لها علاقة بالتطور على الساحة السياسية طبعا انا بالنسبة للي الجميع متعود اني انا ما بخصص وما بحكي عن دولة معينة مش اني ما بعرف لا انا بعرف لانه كل دولة لها برج وبرجها بتحكم فيها مثل ما بتحكم برجها البرج فيك انت عشان انت تعرف برج الدولة اللي انت عايش فيها او اي دولة انت بدك تهتم فيها بتعرف تاريخ تأسيسها او تاريخ عيد استقلالها او العيد الوطني تاعها فمن خلال تاريخ ميلادها او تاريخ تأسيسها هذا هو البرج الخاص في هاي الدولة فاذا حكينا في الابرج اليومية انه فيه سلبية على هذا البرج اعرف انه الدولة هاي فيها سلبية على هذا البرج اذا حكينا الكوكب دخوله بيعمل ايجابية لهذه الدولة معناته بيعمل ايجابية لهذه الدولة هيك هي التوقعات الدولية بالنسبة لعلم الفلك اما اجي اقولك انا في علم الفلك انه فلان لفلاني اللي عايش في البلد الفلانية بدي يصير معاه هيك وانا بدون ما احسب له بس ان هيك بتوهم لأ هاي تحليلات سياسية باجتهد فيها وبتفلسف فيها وبدخلها في علم الفلك وهي ملهاش علاقة بعلم الفلك فعشان هيك بترجى من الجميع اللي بدو يهتم بتوقعات سياسية دائما ياخذ برج البلد هاي ويحلل على حسب البرج وعلى حسب تواجد الكواكب فيها يعرف ايش نقاط الضعف فاذا حكينا مثلا الضعف في بيتك الثالث معناته بيت الاتصالات والمواصلات البلد هاي بزيد فيها الحوادث اذا في بيتك الرابع بيت البيت ايش الو علاقة بالتمرد والشغلات السلبية احنا منحكيك اذا حكينا في بيتك السادس معناته بيت الصحة وبيت وزارة الصحة بيت الاطباء الشغلات اللي زي هيك او شغلات الهال مثلا بالعمل او العلاقات الدولية هيك بتتحلل او هيك بتنعرف توقعات السياسية للدول عشان ما نطول حكي لانو في ناس ما بتحبش الرغي لكثير وعشان هيك الحلقة ما تصيرش مملة واني انا بضرم كثير وممل وبعيد الكلام خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية ونعرف تأثيرات الكواكب وتواجدها خلال هذا الاسبوع لجميع الابراج خلينا نبدأ الان مع برج الثور طبعا اول شي رح نحكي عنه اللي هو بيتك الاول بيتك الاول اورانوس موجود فيه وحكينا انه يوم السبت رح يتراجع فمعناته بتكون تديروا بالك وخصوصا من التمرد والاشياء اللي لها علاقة بالثورة على المحيط او على المجتمع او على الاشخاص اللي حواليكم شوي ممكن يعلى صوتك بالفترة هاي او تحدث مفاجآت او قرارات ممكن تنسف فيها امور كاملة طبعا مش كل موليد برج الثور جزئية من موليد البرج الثور اللي عندها قابلية لهاي الامور هم اللي رح تتركز عندهم هاي الامور طبعا الفترة القادمة هاي فترة فيها نوع من انواع التقلبات والمفاجآت بشكل كبير ومتسارع بشكل كبير يعني حاولوا انكوا تستغلوها من ناحية الايجابية تبعدوا عن الاشياء اللي ممكن تكون سلبية طبعا بالنسبة للزهرة موجودة في بيتك الثالث بتدعمك على مستوى الامور اللي الها علاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات والاعمال والامتحانات والنقاشات عندك سرعة بديهة عالية جدا نشاط مفرط رغبة بالاتصال والتواصل عالية جدا ممكن تنجح بامور الها علاقة بالترويج لعمل او لسلعة او لتجارة معينة ممكن تكثر عندك التنقلات والزيارات الخروجات بالفترة هاي يعني تقريبا الاجواء دعميتك بشكل كبير سرعة البديهة برضو عالية جدا وعندك قدرة عالية جدا على الاقناع بشكل مرعب ممكن الفترة هاي تحملك نوع من انواع التعامل الجيد ما بينك وبين اخ او جار اما بالنسبة لبيتك الرابع فطبعا لاخر اسبوع عندك اول اشي عطارد موجود والشمس موجود في البيت الرابع عشان هيك بتتركز الامور على امور الها علاقة بالبيت فحاول انك تستغلها لامور اما استئجار بيت او شراء بيت او الاهتمام بعقارات او تصليحات او مصالحات عائلية او تقارب في وجهات النظر ممكن تحل مسائل عالقة ممكن تتراجع عن قرارات في بعضك رح يدخل بخلافات او نزاعات او نقاشات او يتوتر من مسألة الها علاقة بافراد العائلة ممكن مشكلة تظهر على الساحة في منك رح يصير عنده عكسي الامور اللي هي امور الى علاقة بفرحة او حدث مهم الى علاقة بالبيت والعائلة اما بالنسبة للبيت التاسع اللي هو الجدي وهذا بيت الاتصالات البعيدة او السفر او الدراسة الجامعية او امور الها علاقة بالاستراد والتصدير وامور القضايا والقضاء بكل انواعه المعاملات القانونية التعلم والثقافي والدورات بانواعها والمناقشات يعني تقريبا هذا بيشمل كل شيء لاشخاص اللي ما بعد الثانوية العامة اللي هي على مستوى جامعة ومستوى سفر وهجرة وامور من هاي النوع طبعا بما انه الجدي عنده ثلاث كواكب اللي هي زحل وبلوتو والمشتري والثلاثة بيتراجعوا فهي بتحمل نوع من انواع الخلاف مع بعض الاشخاص الاجانب او مع اشخاص الها علاقة بالمؤسسات التعليمية في منكم ممكن ينجز بعض الامور اللي الها علاقة بالاستراد والتصدير او امور الها علاقة بدراسة معينة ولكن بتكون تركزوا قدرة الاستيعاب بالفترة هاي بتضعف فعشان هيك بتكون تركزوا اذا عندكو دراسة او عندكو بحث او عندكو موضوع معين حابين تدرسوه لازم تفرغوا وقت اكثر ودراسة اكثر وتحاول تركز انك تستوعب اكثر الفترة هاي حساسة على الامور هاي فابدها نوع من انواع الاهتمام اما بالنسبة لنبتون نبتون موجود في بيتك 11 بيت الاصدقاء فهو شوي بخلي فيه نوع من انواع الحلف او التعاون ما بينك وبين بعض الاصدقاء ممكن تنشط بزيارات او اتصالات او لقاءات او اصدقاء جدد ممكن يكون في دعوة اكثر من مناسبة بالفترة هاي او تنشط بمناسبات او لقاءات او ممكن تتعرف على صديق جديد ولكن برضو نبتون لانه بيتراجع بعمل بعض الخلافات او النقاشات او تخوف من صديق او مواجهة مع صديق بالفترة القادمة اما الاصعب وهو المريخ اللي موجود في بيتك 12 طبعا هو ومشكل زوايا برضو الى علاقة بزوايا التربيع فهو بيحدث لك مفاجآت كبيرة على المستوى العمل يعني مفاجآت سلبية اكيد راح تكون مشاكل بالعمل مشاكل مع زملائك رؤسائك بالعمل ممكن برضو يحدث اشياء لها علاقة بالصحة او تطورات او تعب صحي بالفترة هاي بدك تركز بشكل جيد على صحتك اذا شعرت بشيء غير اعتيادي لازم تراجع طبيبك برضو بالمقابل بيجيب لك اعداء مخفيين او بظهر على الساحة اعداء كانوا مخفيين بتآمروا عليك او بيكيدوا لك او بيحاولوا انهم يستغلوك بدك تنتبه بشكل كبير حاول انك تكون حذر ما الفترة هاي ما فيه داعي للمغامرات او للمجازفات وبرضو بتحمل نوع من انواع القلق على صحة احد الاحبة وصلنا للتوقعات الاسبوعية من عصر امس الاربعاء القمر صار موجود بالجوزاء حتى منتصف ليل الجمعة على السبت فعشان هيك بالفترة هاي بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم الامور المالية هي اكثر الهم عندكم او اكثر اشي بشغلكم اهم اش انكم تتجنبوا النفقات ممكن تهتم لاوضاعك المالية وتخوض تجربة مهمة ابتمتحن موقعك وخبراتك اهم مش انك ما تجازف باموالك او باستقرار وضعك المالي اتريث حتى تتوضح الامور لا تبالغ بمصروفك احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد من منتصف ليل الجمعة على السبت بهصير القمر موجود بالسرطان حتى صباح يوم الاثنين فعشان هيك بتنشطوا في السفر امور العلاقة بالسفر والتناقلات القصيرة والاتصالات كونوا اكثر صبر على الطرقات فترة مناسبة لاجتياز امتحان عبر عن رأيك ولكن بهدوء ودون اثارة العدوات والتحفظات ما تترك مجال للغموض بالفترة هاي باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة الفترة هاي ما بتهدأ وتيرتك من التنقلات والاتصالات والحوارات من صباح يوم الاثنين القمر بصير موجود بالاسد حتى صباح يوم الاربعاء بتحتل الامور البيتية والعائلية القصط الاكبر من تفكيركم ممكن تجدوا تعاون من افراد العائلة او من اخ او جار يعاونوك في مسألة معينة بتلمس توتر على الصعيد الشخصي او العائلي يعني ممكن يصير حدث شوي يكون مقلق او مربك بالفترة هاي اهم شي انك تتخلى عن موقفك او مواقفك المتحفظة اتجنب العمليات الجراحية بالفترة هاي وخذ فترة متقطعة من الراحة وحاول تستشير طبيبك ان شعرت بشيء غير اعتيادي برضو بتحمل نوع من انواع القلق على صحة احد الاحبة او المقربين من صباح يوم الاربعاء القمر بصير في العذراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة هنا هاي افضل فترة خلال هذا الاسبوع طبعا هي من بداية الاسبوع الامور ايجابية بتظل الرغبة هنا قوية في التقرب من احبائكم ويجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم بحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتاع باعة المساعي ولا التوصل او للتواصل مع المحيط ممكن يكون من افضل ايام الشهر اذا استغلته بشكل جيد واوفرها حظا ممكن تشعر بالطمأنينة والراحة خلال هذه الايام من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود في الميزان هنا نهاية مش سعيدة لهذا الاسبوع فبيتراكم فيها العمل عندكم ممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء اهمش انكم تمارسوا نشاط بدني للمحافظة على لايقتكم حاولوا تتحركوا بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت اضافي حاذر من المشاكل الصحية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان المشاكل اشهد ان توقع المال اشهد ان اضافكم اشهد ان اترككم ان هذه اللقاء اشهد لا تسعب جز منك اشهد ان اشهد ان ايضا اعجام واس اشهد ان اشهد ان اشهدان او ابن ل管